بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو درسنا الأول من مادة المدخل في دراسة الفقه الشافعي نتناول في هذا الدرس الشريعة تعريفها وخصائصها أما تعريف الشريعة فالشريعة لغة المذهب والطريقة المستقيمة وشرعة الماء أي مورد الماء الذي يقصد للشرب وشرعة أي نهج وأوضح وبيّن المسالك وشرع لهم شرعا أي سنة والشرعة بالكسر الدين والشرع والشريعة مثله مأخوذ من الشريعة وهي مورد الناس للإستسقاء سميت أحكام الله عز وجل شريعة لوضوحها وظهورها وجمع الشريعة شرائع وشرع الله لنا كذا يشرعه أي أظهره وأوضحه وأما تعريف الشريعة شرعا هي ما شرع الله تعالى لعباده من أمور الدين لذلك يقول الشريف الجرجاني الشريعة هي الاتمار أي الالتزام بالعبودية لله سبحانه وتعالى وقيل الشريعة هي الطريق في الدين وصميت أحكام ديننا شريعة لاستقامتها لأن أحكام ديننا مستقيمة سميت شريعة وشبهها بمورد الماء لأن بالشريعة وبأحكام الله سبحانه وتعالى حياة النفوس كما أن بالماء حياة الأبدان والشريعة والدين والملة بمعنى واحد هو ما شرعه الله لعباده من الأحكام سواء أكانت هذه الأحكام عقيدة أم فقه أم سلوك وكل منها حكم لله تبارك وتعالى لكن هذه الأحكام باعتبار بيان الله لها تسمى شريعة يعني إذا نظرنا إلى هذه الأحكام باعتبار بيان الله لها تسمى شريعة وباعتبار أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بها وبالخضوع إليها تسمى دينا نتدين إلى الله تعالى بها وباعتبار أنها تملى وتفرض على الناس تسمى ملة لكن الدين والشريعة والملة كلها بمعنى واحد لكن النظر يكون باعتبارات فأنا مثلا لو دخلت إلى هذه الغرفة وقلت للطلبة أنا أب ثم في محاضرة بعدها دخلت إليهم وقلت لهم أنني ابن الآن هل هناك تناقض بين هذين الوصفين؟ ليس هناك تناقض لماذا؟ لأنني إذا نظرت إلي من زاوية كوني أصلا لفرع فأنا أب وإذا نظرت إلي بكوني فرع عن أصل فأنا ابن وهكذا يكون النظر باعتبارات فأنت إذا نظرت إلى الشريعة باعتبار بيان الله لها إذا نظرت إلى الأحكام باعتبار بيان الله لها تسميها شريعة وإذا نظرت إلى هذه الإحكام باعتبار أن الله تعالى تعبدنا بها وأمرنا بالخضوع إليها فتسميها دينا وإذا نظرت إليها باعتبار أنها تملى وتفرض على الناس فإنها تسمى ملة هذه الشريعة التي هي شريعة من عند الله سبحانه وتعالى تميزت بخصائص تميزها عن غيرها من الأحكام الوضعية وغيرها من الشراء وخصائص الشريعة الإسلامية كثيرة نقتصد في هذه المحاضرة على ذكر بعض منها أول هذه الخصائص أن الشريعة الإسلامية من عند الله تبارك وتعالى وهذه الخصيصة هي أصل الخصائص وأعظمها ومنها تفرعت جميع الخصائص الآت بيانها فقد قال الله تعالى شرع لكم من الدين قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله فالحاكم هو الله تبارك وتعالى وهذا الأصل العظيم ينبني عليه أن الشريعة كاملة يستحيل عليها نقص لأن مصدر هذه الشريعة الحق تبارك وتعالى وهو جل جلاله سبحانه له الكمال المطلق في ذاته وصفاته فلما كان الله سبحانه وتعالى مستصفا بالكمال ذاتا وصفاتا كانت أحكامه سبحانه وتعالى كذلك منزهة عن النقص مطلقا ومن هنا فالشريعة عدل كلها لا تجد فيها ظلما ففي الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وإذا نظرنا إلى الظلم فالظلم غير متصور في حق الله تبارك وتعالى لأن الظلم إما مخالفة الشرع الذي فرض علينا الظلم إما مخالفة الشرع الذي فرض علينا أو أن الظلم التصرف في ملك الغير بغير حق وهو نتاج انفعالات تحصل عند من يصدر منه ذلك وكل من هذه المعاني التي ذكرتها إذا قلنا أن الظلم هو مخالفة الشرع الذي فرض علينا أو التصرف في ملك الغير بغير حق أو أن الظلم نتاج انفعالات تحصل عند من يصدر منه ذلك كل هذه المعاني غير متصورة في حق الله سبحانه وتعالى بل يستحيل في حقه تبارك وتعالى ذلك فالكون ملكه وحكمه فيه بمقتضى علمه وإرادته ومشيئته تبارك وتعالى وليس هناك من يرسم لله حدودا ويحد له أمورا حتى لا يتجاوزها فإذا هذه المعاني معاني الظلم التي ذكرتها كلها لا تليق بالله سبحانه وتعالى وأما ما جاء في الحديث إنما المراد منه تغليظ حكم الظلم والتشديد فيه ومن كمال الشريعة مراعاة مصالح الخلق واللطف بهم فالله سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فسبحانه خالق الخلق وهو العليم بهم وهو الحكيم فيما أراده منهم ومعرفة المسلم أن الشريعة من عند الله تبارك وتعالى تثمر في نفس المؤمن هيبة وتعظيم لهذه الأحكام فإذا سمع أمرا من الله تبارك وتعالى سواء أكان هذا الخطاب فيه أمر أو كان فيه نهي لن يكون قول المؤمن إلا سمعنا وأطعنا فلا يتصور في حق المؤمنين الاعتراض على أمر الله تعالى وقد سطر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف شريفة في هذا الصدد ومنها أن العرب في الجاهلية كانوا مولعين بشرب الخمر معتادين عليها لا يرون فيها ضرار ولا منقص فلما جاء الإسلام أبان لهم أن إثم الخمر أكبر من نفعها والنفع الذي كان قد ذكره الله تعالى للناس في كتابه هو المتمثل بالربح المادي المتأتي من المتاجرة بهذا الخمر ثم أمرهم الله تعالى بعد أن بينا لهم أن الخمر فيها منافع للناس وفيها كذلك مضار بينا لهم وأمرهم أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارة ثم نزل حكم الله تعالى في الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجص من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فكان للأمر بالاجتناب من الهيبة والاحترام والتأثير في النفوس بالتسليم له حتى إن الصحابة رضي الله عنهم انطلقوا إلى زقاق خمورهم يشقونها بالمدى والسكاكين ويريقون ما فيها ويفتشون في زوايا بيوتهم لعلهم يجدون بقية من خمر حتى يريقونها فهكذا كانوا رضي الله عنهم في التزامهم لشريعة الله سبحانه وتعالى وكان حالهم ومقالهم سمعنا وأضعنا ويظهر ذلك مدى ما يتمتع به التشريع الإسلام من مكانه وتعظيم في نفوس أهله فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافية فنزلت الآية التي في سورة البقرة يسألناك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير قال فدعي عمر فقرأت عليه قال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافية فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربنا الصلاة سكران فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافية فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون التي قرأناها قوي قليل ولما نزلت هذه الآية قال عمر انتهينا انتهين وكذلك من النماذج التي تدل على هيبة أحكام الشريعة الإسلامية في نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسرعة استجابتهم لما أمر الله سبحانه ورسوله به أنه لما خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل على قلبه آيات الحجاب وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام النساء بآيات الحجاب سمعت ذلك المهاجرات فبادرنا إلى التزام أمر الله تعالى حتى قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربنا بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرنا بها والمروط جمع مرط وهي الإزار وهو الإزار فهذا يدلك على هيبة أحكام الشريعة الإسلامية في نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان امتثالهم لما يأمر الله ورسوله به وهذا كذا لابد أن يكون حال كل مؤمن موحن لله عز وجل لا اعتراض على حكم الله ليس له إلا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير فهذه الخصيصة تثمر مثل هذه النفوس في نفس المؤمنين وأما الخصيصة الثانية التي تميزت بها شريعتنا أن الجزاء في الشريعة دنيوي وأخروي فالله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن مناهن فمن سنن الله تبارك وتعالى أن الإنسان بطبعه يمين إلى مخالفة النظام الذي كلف به فالنفس يشق عليها ما فيه كلفة فجعلت الشريعة الجزاء سواء أكان ثوابا أو عقابا على الفعل والترك فكما لكل قوم جزاء لمن خالف أو وافق قانونهم فكذلك شريعتنا من خالف له عقاب من يعني استجاب وأطاع فله ثواء والقوانين التي يمعها الإنسان لا يتعدى الجزاء فيها أن يكون دنيويا لأنه ليس للإنسان سلطة في الآخرة فمن لا يؤمن بالآخرة يقتصر جزاؤه في اعتقاده على العقوبة الدنيوية المحضة بخلاف ما شرعه الله تبارك وتعالى في الثواب والعقاب فهو دنيوي وأخروي والأخير هو الأهم إذ العقاب الدنيوي قد يتحقق وقد لا يتحقق ويرجع ذلك يعني إلى أسباب وظروف محيطة من ظلم من تزوير في البيانات أو قدر على التملص والهروب من هذه العقوبة الدنيوية لأن مرجع هذا العقاب في الدنيا هم البشر هم البشر أنفسهم بخلاف العقاب الأخرى فأمره بيد الله تعالى وحده لا يعزب عنهم إذ قالوا ذرة وهو القاهر سبحانه وتعالى فوق عباده لا غالب سواه سبحانه وتعالى فالذي يلحظ هذا النوع من هذا العقاب لا شك أنه سيثمر في قلبه خشية ورهبة والإيمان بذلك أن العقاب أن الجزاء في هذه الشريعة دنيوي أخروي الإيمان بذلك يدفع الظالم إلى العود عن ظلمه ويسكن كذلك نفس المظلوم وبه يطمئن قلبه بأنه يعني لو لم ينصف في هذه الدنيا فإن بانتظاره من ينصفه في الآخرة وذلك ينمي عند الإنسان الرجاءة لحصول الثواب فيعمل كذلك الصالحات ويخاف من العقاب ويترك المحرمات ويرث في نفس المسلم كذلك الرضا عن أحكام الله تعالى وفي ذلك أيضا تربية للنفوس بكف المسلم يده عما ليس له مما حرم الله عليه وهذا كله الذي ذكرته لا يثمره القانون الوضعي فلما يعلم المؤمن أن الجزاء في شريعته دنيوي وأخروي لو استطاع أن يحتال أو أن يهرب يعني من العقوبة الدنيوية فهو يتيقن يقينا أنه سيلقى ربه عز وجل وسيجد كل ما فعله من خير أو من شر سيلده موجودا أحصاه الله تعالى وهذا العبد قد نسيه والخصيصة الثالثة التي تميزت بها شريعتنا عن غيرها من الشرائع أنها عامة لجميع المكلفين وباقية هي عامة لجميع المكلفين وباقية إلى قيام الساعة فشريعتنا الإسلامية التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لشرائع الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهي كذلك كما ذكرت باقية إلى قيام الساعة لا شرعة بعدها ويجب على جميع المكلفين اتباع شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه بعثا للناس كافة فما من نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بعثا إلى قوم مخصوصين لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله للناس كافة وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام والعلم بهذا والإيمان يدعوان المسلمة إلى الاستمساك بهذه الشريعة والعمل بها أصولا وفروعا فحقائقها وأصولها لا تتغير ولا تتبدل حقائق هذه الشريعة أصول هذه الشريعة لا تغير عليها ولا تبين فكل ما علم وجوبه أو تحريمه بالضرورة ولا يخفى على عالم ولا على عمي كوجوب الصلاة وسائر أركان الإسلام ووجوب الصدق وجوب الأمانة تحريم السرقة تحريم الكذب تحريم الزنا تحريم شرب الخمر تحريم الربا تحريم الغش تحريم عقوق الوالدين تحريم قطع الأرحام كل ذلك يعني إخواننا لا يتبدل حكمه لا يتبدل حكمه ولا يتغير لكن قد تراعي الشريعة الإسلامية بعض الظروف الطارئة التي تطرأ على المكلفين فتوجب مثلا الترخيصة والتخفيفة عليهم كحال الإكراه والضرورة لكن هذا إذا حصل لا يكون نسخا ولا تغيرا للحكم الأصلي فيها وأما هناك يعني مسألة هامة لابد أن نشير إليها وهي وقوع النسخ وقوع النسخ بين الشرائع فهذا كما قلنا حاصل فشريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي ناسخة لسائر الشرائع ولكن هناك قوم منعوا النسخ بين الشرائع وهم اليهود عليهم من الله ما يستحقون إنما منعوا النسخ بين الشرائع لكن النسخ بين الشرائع حاصل بل إن في شريعتنا هناك من أحكام الله عز وجل ما حصل لها التغيير والتبديل فبثلا كان المسلمون في بداية الأمر يصلون إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك وأصبح المسلمون يتوجهون إلى الكعبة المشرفة وفي هذا المقام يقول العلامة الشيخ إبراهيم اللقان في جوهرة التوحيد وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا وعمم بعثته فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ ونسخه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له منع ونسخ بعض شرعه بالبعض أجزو ما في ذا له من غض فالنسخ بين الشرائع حاصل والذي منع النسخ عقلا بين الشرائع هم اليهود عليهم لعنة الله وكانت حجتهم باطلة وحجتهم واهية وهي لزوم البداء قالوا إذا كان هناك نسخ بين الشرائع أو نسخ في الأحكام هذا يلزم منه ماذا يلزم منه البداء ما معنى البداء هو ظهور الحكم لله بعد أن لم يكن أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا قلتم أيها المسلمون أو أيها الناس بجواز النسخ بين الشرائع كأن الله ظهر له الحكم بعد أن لم يكن ظاهرا بالنسبة له ولا شك أننا نمنع البداء بهذا المعنى على الله تعالى فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ولا يقول أحد من المسلمين أن نسخ الله تعالى للشرائع السابقة أو أن النسخ الواقع في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأن اعتقاد مثل هذا الأمر كفر والعياذ بالله تعالى بل الله تعالى علمه محيط بكل شيء فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الحكم الفلاني أصلح لخلقه في زمان ما ويعلم كذلك أنه سيغير ذلك إلى حكم آخر في زمن المستقبل لأنه أصلح لهم في ذلك الزمان فليس هناك ما كان خافيا على الله تعالى ثم ظهر له ومقصود اليهود من تلك الدعوة هي إبطال حقية شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم لو اعترفوا بنسخ الشرائع للزمهم اتباع شريعة سيدنا عيسى أولا الناسخة لشريعة سيدنا موسى عليه السلام ثم يلزمهم كذلك اتباع شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأنها هي الشريعة الخاتمة أو الخاتمة والناسخة لما قبلها والباقية إلى قيام الساعة وقد بسطت كتب أصول الفقه الرد على مزاعب اليهود وغيرهم من مانعي النسخ سواء في الشرائع عامة أو في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وسيمر معكم ذلك إن شاء الله في دراستكم لكتب الأصول ومن خصائص الشريعة الإسلامية أنها شاملة لجميع مناحي الحياة فقد تناولت الشريعة الإسلامية جميع النواحي التي يمكن أن نتصورها في حياتنا الدنيا وشملت ما لا يمكن للقوانين الوضعية أن تتحدث عنه كالنبوات والغيبيات فيما كان أو سيكون ويأتي إلى يوم القيامة لذلك قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء فصلناه تفصيله وقال سبحانه تبيانا لكل شيء وقال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدة فقال عمر أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فقال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة وعنه أيضا قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهان أن نستقبل القبلة لضائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ولو سرح أي أحد منا النظرة في آيات الكتاب العزيز وما حوته من قواعد عامة وتفاصيل أو أننا مثلا سرحنا النظرة في مثلا فهرس كتاب صحيح البخاري وأبوابه لا وجد نصداقه أن الشريعة الإسلامية شاملة لجميع مناحي الحياة ولوقفنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شمل كلامه التشريعي جميع ما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا سواء ما يختص بالعلم وفتح أبواب النظر وما يتعلق بالدولة والسياسة الداخلية سواء السياسة الداخلية والخارجية وما يتعلق بالطب والآداب والاجتماع والأسرة والعبادات وأمور الغيب والوحي وتاريخ الأمم والعقائد وغير ذلك مما يدرك قارئه من تلك العناوين التي وضعها الإمام البخالي رحمه الله تعالى في ترجمة هذه الأبواب وخرج تحتها الأحاديث النبوية يدرك كل من يقرأ هذا الكتاب أن هذه الشريعة الإسلامية شاملة ولجميع مناحي الحياة وكذلك لو تأملنا في متون الفقه في أي مذهب من مذاهب الفقهية الأربعة لوجدناها حاوية لكل ما يحتاج المسلم من الأحكام في علاقته مع الله تعالى ومع عباده سواء المسلمون أم غيرهم بهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من الكلام على تعريف الشريعة وخصائصها وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر